معانا الاستاذة ايناس من القاهرة قالوا بعد يذنك يا شيخ ممكن اقول حضرتك سؤال تفضل يا فن حضرتك كنت بتتكلم عن اداب الحوار بين الناس بعض او بين الاسرة يعني او بين الناس في العموم طب دلوقتي يعني ما اكتر الناس اللي هي تحب يعني تعرف الناس لمصلحتها بس ايو اتعامل معهم ازاي عشان الناس دي كترة قوي كويس ما همها طول عمرهم كتار طول عمرهم كتار ايه اللي حاصل بقى ان احنا لما بنتعامل مع الناس اللي هم اصحاب المصالح دول ايوة فيه تلات اصول انا يعني ارجع يعني اوجيهم ازاي اعرفهم ان ده غلط اول قاعدة ان انت ما توجههمش ما وجههمش اول قاعدة ان انت عايزة تعرفيهم غلطهم صح اه بالله عليك ما تعرفهمش غلطهم طب هم كده حالي بالله عليك يوريهم المعاملة الحسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغير الناس بالخلق الحسن مش يغيرهم بان يوريهم مساوئهم اه فانت يأمل الخلق الحسن معهم لكن ايه المسألة بقى ايه ان احنا عايزين نعمل الحاجة وناخد عليها التسقيف مرتين مرة نعمل الكلام ده وتبقى طاعة ومرة في نفس الوقت نتحول الى معلمين نعلم الناس الاخلاق والقيم لا 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 مش بقى كده ايسماعين طيب انا عايز اقول حاجة بس انا شايف ان الناس انما الاعمال وبالنيات انا لما اعمل العمل الصالح واقابل الاساءة بالحسنة واقابل ان هو شخص بيلتف علي وبيحتال علي عشان يحصل على مصلحته فالقيني انا معكوني انا عارف هو بيعمل ايه يلقيني سليم الصدر اوه فعلم اه يلقيني اعمل ايه ايجي بعد شوية ايه اللي حاصل حتى لو ما جاش انا كل اللي انا عايزه من الحياة دي ان انا افضل سليم الصدر حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحدثوني عن اصحابي فاني اريدوا ان القاهم سليم الصدر اعظم مننا ان انت تتقابل الناس وانت سليم الصدر سلامة صدرك هي اعز مننا من الله سبحانه تعالى يمناه عليك لكن احنا عشان عايشين حياتنا في الناس منتظرين ان احنا نعمل ده فالناس كمان يعملونا زي ما بنعملهم لا شك ان اذا الناس احسنوا الينا كما احسننا اليهم بتبقى حاجة حلوة وبيتدخل السلوء على القلوب بس الاساس والمركز في حياتنا ان احنا على القلوب السليمة على سلامة الصدر وهي دي اللي تخلينا نعيش في الدنيا كأننا من اهل الجنة فخليك سليمة الصدر وما تلتفتيش لان هما اساقوا اليك ولا ما اساقوش ترتاح وحياتك تبقى هنى وسرور لكن انت لما تحاولي ان انت تنتظري منهم ان هما يعملوك زي ما انت بتعمليهم مش ده تفكير الراشدين ولا تفكير الناس اللي هما فاهمين سنة الحياة سنة الحياة ان الواصل ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من اذا قطعت رحمة وصلها يبقى الانسان الواصل الموصول بالله هو الذي يحسن الى الناس اساءوا اليه او احسنوا وعندنا قعدة كده والعهد الذي بيننا وبين الله ان نطيع الله في من عصى الله فينا ان نطيع الله في من عصى الله فينا احفظ الكلام ده لانه ده تحيريحك اشتركوا في القناة